محب بضيفتنا السيدة تغريد أبو حمد وهي صاحبة مشروع صابون على شكل ورود وباقات وفي روائح عطرة ملأت استوديوهاتنا بدنا نرحب فيك وأهلا وسهلا بك الله يسلمك حياك الله الله يحياكي حكي لنا عن مشروعك كيف بدأت الفكرة شو بتقدمي فيه يسعد صباحكم وصباح للمشاهدين الأعزاء أنا عندي مشروعة أني بعمل باقات ورد من صابون بألوان مبهجة زي ما أنتوا شايفين بتريح النظر وإلها روائح كتير كتير منعشة وهي الباقات بتناسب ورف الضيوف ورف الجلوس بتناسب المكاتب والعيادات جميل الحمد لله بفضل الله وصلت باقاتي جميع مناطق المملكة حلو وصلت لكويت ووصلت قطر ودبي ما شاء الله متى بدأت بها الفكرة؟ كانت فكرتي توزيعات من ثلث سنين شو يعني توزيعات؟ توزيعات موليد توزيعات للأعراس والخطوضة واللهم صلى الله عليه سيدنا محمد فطلعت حوالي كلهم نفس الفكرة كلهم توزيعات فحاولت أطور من مشروعي أنه أعمل إش جديد فكانت بنت أخوية بالإمارات سابقيتني بهاي الفكرة ومن منبري هون بوجيه لها تحياتي وسلامي وجيه لها تحية هي الأعطتني وفادتني بهذا المشروع وانا خطيت وشتريت الأدوات وبلشت بأسرور تقصدي أنه طورتي صارت الفكرة ليه فكرة الورود هون؟ أيها بزبوط طب كيف تعمل هذا الشيء؟ كيف تنعمل هذه الوردة؟ تصنيع الصابون؟ في عندي مختص بيصنع الصابون خصيصا إلي لأنه بيقاوم درجات الحرارة غير عن الصابون الموجود في الأسواق نعم بجيب قطع بجيب كيلو الصابون الخام وبذوبه بضيف له زيوت العطرة وبضيف له كمان الصابغات الغذائية وبسكبه في قوالب السيليكون بتركه حتى ينشف وبعد ما ينشف بشيله طبعاً عنا تيم بناتي بشتغله من صديقتي تشتغل معي إشي بلمع إشي بنصق وبنختار الأكسسورات أهم إشي الأكسسورات والفازة بما يناسب يعني الزبون طلبه طبعاً على سيرة أول شو نوجه تحية لك كل من يعمل معك بنتك اللي معنا في الستوديو منوجه لك تحية أيضاً العطور اللي بتنضاف ممكن مثلاً زبون يطلب منك عطور معين أم عندك أنت عطور محددة وروائح محددة لا في زيوت العطرة حسب طلب الزبون بس بيسألوني أني ريحة مثلاً أكتير فواحة وأموري حتكون فأنا بنصحهم يا إما بيحكوني زي ما بدك يا إما بيختاروا الأصمص اللي بدهمي جميل طيب وموضوع بقاءها اليوم أنا شريت هذه للباقة مثلاً الرائحة بتضلها تقريباً شهر لشهر ونص وإذا راحت بعد شهر شهر ونص بإمكانك تجيب زيت عطري وتضيف بين الورد على الإكسسوار على أساس ترد تصير منعشة والباقة بتستمر من سنة لسنة ونص ما بيصير لها أي شيء حلو وبعد السنة ونص ممكن تأخذ الصابونات إذا صار لها أي شيء ممكن تستخدمه لغسيل الأيدي يعني اقتصادي وبتستفيد منه جميل إعادة تدوير كما يقول رائع كيف الإقبال على هذه الكتابة والله بفضل الله الحمد لله الإقبال يعني لفئات معينة لأنه مواد الخام علي مكلفة أنا يعني فئات معينة نعم عادي الحمد لله بفضل الله الحمد لله وذلك التوفيق الله يسعدك يسلمك رب الله يسلمك كيف المدة كمان اللي بتستغرق مثلاً لصناعة أو لعمل باقة حسب حجم الباقة يعني في باقات بتأخذ معي مثل هيك يعني أنه بساعة 2-3 في باقات بتأخذ 6 ساعات حسب حجمه وحسب إنه المواد متوفرة عندي ولا بدي كمان يعني أنزل وأشتري المواقص اللي مش متوفرة عنها جميل أفكار الباقات أيضاً بتطلع فيها ممكن هيك تستمدي شيء أو ممكن أزبون يطلب منك أكيد زي ما بطلب زي ما بطلب مثلاً أنا بدي هاي الوردة في بحدد أنواع زهور معينة بدي إياها فأنا حسب طلب الزبون باخترله وكمان بيبعثوا لي صور مثلاً غرف له ضيوف شو ألوانها فبحاول قدر الإمكان أعمل اللون لأن الألوان اللي أنا بعملها تركيب ما بتكون جاهزة فبحاول أعمل الألوان اللي بتكون مناسبة للأفاف اللي عنده طيب بحكولي بالكنترول ما بعرف هذا السؤال تمتلك موهب أو حرفة أخرى غير الصابون أنا بصراحة كنت قبل حرفة الصابون كنت فاتحة مطبخ تواصي فكأصار الإشي متعب بالنسبة إلي فحبيت أطلع على إشي يريحني أكتر فكانت هاي بصراحة أريح من المطبخ الإنتاجي نعم وسكرتي المطبخ الإنتاجي أه لو لست فاتحتي كانت صدفناكي ودوبنا الأكل ويكون بشد لأكلي بفضل الله بفضل الله طيب التسويق كيف بتم الناس أين تلاقيكي على السوشيال ميديا بيتوصلوا معي يعني من خلال الصفحات نعم الأوردر بيأخذ بيتبلغوا الجماعة أنه يعني يجب أن يتم قبل بيومين قبل بيومين بيوصوا بدنا نتمنى لك التوفيق دائماً منحب هذه المشاريع المنزلية اللي بتبدأ من هذا المنزل تبدأ من فكرة بسيطة وقد يكون أثرها جداً كبير بالفعل أنا بلشت بتوزيعات بس عشان مثلاً حامل أخذ لها هدية وكتير الحمد لله أدخلت الفرحة لقلوب الصراحة الحوامل يعني نعم وهذه الفكرة تطورت من توزيعات لبقات جميل في عم بتطلع آيات قرآنية هاي أو هذا صابون برضو اللي حوله هادي حجر عطري اه حجر عطري ايش في كمان أفكار هيك إذا بنشرح سريعاً ماذا يوجد على الطاول هو حجر عطري وصابون توزيعات صابون توزيعات صابون بتطرق كتير جديدة بالعلب هادي مش موجودة كانت الفكرة إنها بتكون بطل وبيبيونة هاي هم هذول أشكال البيبيات بعد انطورت الفكرة كل ما بشوف إش جديد بطوره في فضل الله والقالب تقدر تحصل على الشكل اللي بدك يا القوالب دائماً يعني باستمرار بوصي على أونلاين على القوالب الجديدة يعني جميل إن شاء الله إنه دائماً تتوفق أكتر وأكتر ومن نجاح لآخر نتمنى لك التوفيق الله يبارك فيك وشكراً لكم لأستضافتكم وندعمكم لمشروعات العافو ترفنا فيك الله يساعدك وسلامك يا رب أهلاً وسهلاً